حلب التي كانت عاصمة للثقافة الإسلامية يوماً أدى تراكم القمامة فيها لتغيير صورتها الحضارية فمع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتراكم القمامة في المناطق السكنية جعلت أهالي المدينة يطلقون نداءات استغاثة للمعنيين بترحيلها خشة انتشار الأمراض والأوبئة والله هنا القوارض هل أكون لك يا شيخ لنحن عندي هون يمكن فوق 1500 جرز وهون عندي كمال بقى لهم ثلاثة شور أو أكثر ما بقى لحد الآن يرجع المجلس المحلي لمدينة حلب سبب تراكم القمامة إلى تحول المكبات الرئيسية خارج المدينة إلى نقاط اشتباك ضد قوات النظام والتقصير الملحوظ في دور المنظمات بتقديم المواد اللازمة للقضاء على الحشرات التي انتشرت بشكل كبير في الآوينة الأخيرة مما ينذر بوقع كارثة إنسانية محتملة طبعا نحن في مجلس مدينة حلب نضع في اعتبارنا موضوع رش المبيدات الحشرية حاجة ملحة حاليا في ظل الواقع الذي تفرضه الظروف على مدينة حلب حصلنا قبل فترة من جهة معينة على كمية من المبيدات الحشرية قمنا ببخها بخا ضبابيا في شوارع مدينة حلب ولكن للأسف صلاحية المواد غير كافية وهي مخزنة لفترة طويلة ونحن نعاني حاليا من نقص شديد في مواد اللازمة للبخ وناشدنا كافة المنظمات لتقديم هذه المواد لنقوم بعملية البخ ولكن للأسف إلى الآن لم يتم الاستجابة لطلبنا البخ يحتاج لعدة دورات بخ حتى يأتي بنتيجة ولكن للأسف إلى الآن لم يتم هذا ازدياد تراكم القمامة واقع خطير يواجهه الأهالي في حلب مع ضعف الالتزام بالقطاع الخدمي من المعنيين مما جعل المواطن الحلبي الخاسر الأكبر في مدينته المدمرة أطنان القمامة وارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي تحاصران عاصمة الثقافة الإسلامية لأخبار حلب اليوم علاء الشريف حلب